اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ما كتب في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه عندما كثر الحديث على لسان النبي صلى الله عليه وسلم عن الاعور الدجال سأله اصحابه ردوان الله عليهم قالوا يا رسول الله اكثرت الحديث عنه فخفنا حتى ظنناه قريبا منا وكأنه سيطلع علينا بعد قليل من ناحية هذا النخيل قال صلى الله عليه وسلم غير الدجال اخوفني عليكم اذا خرج فيكم فانا حجيجه دونكم اكفيكم مؤنته وان يخرج ولست فيكم فامرء حجيج نفسه فكل منكم مسؤول عن نفسه والله خليفتي على كل مسلم قالوا يا رسول الله صفه لنا قال انه شاب شديد جعود الشعر عينه اليمنى بارزة ناتئة كأنها عنبه او عنبه قد ذهب نورها اعور يدعي الالوهية مكتوب على جبينه كافر يرى المؤمن ذلك واضحا قالوا فمن اين يخرج يا رسول الله قال يخرج من طريق بين الشام والعراق فيعيث فسادا في الارض اينما ذهب قالوا فما لبثه في الارض كم يبقى في الارض قال اربعون يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر ايامه كايامكم قالوا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة اتكفين فيه صلاة يوم فالصلاة للمسلم كالماء للحي لا يعيش دونها قال لا اقدر له قدرة فلابد من تقسيم الوقت في هذا اليوم وكأنه سنة قالوا فمن يتبعه يا رسول الله قال يتبع الدجال من يهود اصفهان سبعون الفا عليهم الطيالسة فياب اليهود المزركش بالاخضر قالوا يا رسول الله كيف سرعته في الارض قال كالغيف استدبرته الريح اي اسراع المطر الذي تسوقه الريح بشدة فيصل الى كل بقاع الارض قالوا ايدخل كل البلاد ويفسدها قال ليس من بلد الا سيطأه الدجال الا مكة والمدينة تحول الملائكة بينه وبينهما صافين يحرسونهما فان وصل المدينة نزل بالسبخة القريبة منها فترجف المدينة ثلاث رجفات يخرج الله منها كل كافر ومنافق قالوا فماذا نفعل ان ظهر ونحن احياء قال انفروا في الجبال ولا تقفوا في طريقه فما بين خلق ادم الى قيام الساعة امر اكبر من الدجال فمن ادركه منكم فليقرأ عليه فوات حسورة الكهف قالوا فما الذي يفعله قال يأتي على القوم فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء فتنطر والارض فتنبت وتعود عليهم ابلهم وابقارهم واغنامهم ضخمة الاجسام ممتدة في الطول والعرض سمنا ويكثر لبنها وهذا استدراج كبير نسأل الله الثبات على دينه ويمر بالخربة التي هجرها اهلها منذ غابر الازمان فيقول لها اخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كذكور النحل المجتمعة فيزداد اتباعه به ضلالا ويأتي على القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله ويثبتهم الله على الايمان فينصرف الدجال عنهم فيصبحون ممشلين ينقطع الغيث عنهم وتيبس الأرض والكلأ ليس في ايديهم شيء من اموالهم ولا انعامهم نسأل الله ان يثبتهم على دينهم قالوا يا رسول الله امعه شيء غير هذا قال نعم فمن ذلك ان الدجال يخرج ومعه ماء ونار فاما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق واما الذي يراه الناس نارا فماء بارد وعذب فمن ادركه منكم فليقع في الذي يراه نارا فانه ماء عذب طيب قالوا يا رسول الله افلا نحاجه ونكذبه قال لا يظنن احدكم انه قادر على ذلك فاذا ذهب اليه فتنه فتبعه فضل وكفر قالوا فمن اعظم شهادة عند رب العالمين اذاك قال يتوجه اليه رجل من المؤمنين فيتلقاه مقدمة جنود الدجال فيقولون له الى اين تذهب ايها الرجل فيقول اعمد الى هذا الرجل الذي يزعم انه اله فيتعجبون من جوابه ويسألونه اوما تؤمن بربنا فيقول هذا ليس ربا انما ربكم الذي خلق السماوات والارض وما هذا الا مارق كافر فيثورون فيه ويتنادون لقتله ويهمون بذلك لولا ان كبيرهم يذكرهم ان الدجال امرهم ان لا يقتلوا احدا حتى يعلموه بذلك فيقيدونه وينطلقون به الى الدجال فاذا رآه المؤمن صاحب اعلى صوته ايها الناس لا يغر انكم هذا الشيطان فانه افاك دجال يدعي ما ليس له هذا الذي حذركم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشتد غضب الدجال ويأمر زبانيته فيوثقونه مشبوحا وينسعون ظهره وبطنه ضربا فيقول الدجال مغضبا امرا رجاله ان يؤذوه ويشجوه فيزداد الرجل المؤمن ايمانا حينذاك يأمر الدجال رجاله ان ينشروه بالمنشار من رأسه الى ان يفرق بين رجليه فيفعلون ويبعدون القسمين احدهما عن الاخر فيمشي الدجال بينهما مستعرضا الوهيته فيخر الناس ساجدين له فينتشي عظمة وخيلاء ثم يقول له قم فيقترب النصفان فيلتحمان فيعود الرجل حيا فيقول له الدجال اتؤمن بي الها فيتهلل وجه المؤمن قائلا ما ازددت فيك الا بصيرة وقد حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم انك ستفعل بذلك ينادي الرجل باعلى صوته انتبهوا ايها الناس انه لن يستطيع ان يفعل بعدي باحد من الناس شيئا لقد بطل سحره وعاد رجلا مسلوب الارادة كما كان فيأخذه الدجال ليثبحه فلا يستطيع اليه سبيلا لان الله تعالى جعل ما بين رقبته الى ترقوته نحاسا فيأخذ الدجال بيديه ورجليه فيقذف به فيحسب الناس انما قذفه الى النار وانما ولقي في الجنة فهذا اعظم شهادة عند رب العالمين قالوا يا رسول الله كيف ينقذنا الله من فتنة الدجال قال في هذه اللحظة حين يبلغ السيل الزبا يرسل الله اخي عيسى ليكون السهم الذي يصم به عدو الله وعدوكم قالوا واين يكون عيسى عليه السلام يا رسول الله قال انه في السماء رفعه الله تعالى اليه حين مكر اليهود به وارادوا قتله ورعاه هناك ليعود الى الارض في الوقت الذي قدره الله تعالى وللامر الذي يريده سبحانه نتمنى لكم مشاهدة ممتعة شكرا على المشاهدة لا تنسوا الضغط على زر الاعجاب والاشتراك في القناة أبو بكر جمدان